يا مساء الخير على كل المشاهدين ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الترند حلقة النهاردة حتكون حلقة من ضمن الحلقات اللي احنا حنتابع فيها ونقازر فيها فريقنا الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل المبرارة النهائية بمطولة دوري أبطال أفريكا وهي أهم تحدي بالنسبة للأهلي هذا الموسم واللي اشتغل عليه الفريق على مدار موسم كامل وسنة ميلادية كمان كاملة ويمكن أكتر علشان يوصلوا للمرحلة دي مرحلة نهائي دوري أبطال أفريكا فبالتالي احنا موجودين في أهم جزء من الموسم وحيكون الكلام كله على مدار الحلقات اللي جاية على كيفية تحفيز اللعبين وكيفية مؤذرتهم وكيفية مؤذرة الجهاز الفني عشان بإذن الله يفرحوا كل الأهلوية يوم 16 بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريكا اللي أكيد هي في كل الأحوال بطولة غاية في الصعوبة فبالتالي الحلقة النهاردة هتكون من ضمن الحلقات المهمة وحنتكلم فيها في أمور كتير جدا تحديدا فيما يتعلق بالنادي الأهلي لكن الأهم دايما هو تواصلنا معاكم أو تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم والسؤال بيتعلق بإيه هو أجمل أهداف الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريكا هذا الموسم ابعتولنا على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وآخر فاكرة في حلقة الترند هناخد تفاعلات حضراتكم نشوف العنوان يلا في ترند الأهلي حضر إعلامي كامل في الأهلي قبل نهاء دوري الأبطال معلول جاهز للنهاء وزير الرياضة حضور الجماهير في نهاية أفريكا من اختصاص الكاد التفاصيل كلها هتكون بعد فصل استنونا خليني أبتدي معاكم في الفقرة دي تحديدا في موضوعين مهمين الأهم بالنسبة للنادي الأهلي وفريق الأول لكرة القدم وكيف سيكون استعداده للمرحلة المقبلة وهي أهم مرحلة زي ما احنا متفقين وزي ما كلنا منتظرين طبعا المباراة النهائية عقب التأهل الأهلي طبعا بعد ما تأهل وبعد فوزه على الوداد خاد 48 ساعة راحة ينتهيه النهاردة وبكرة يستأنف بإذن الله تعالى تدريباته عشان يبتدي استعداداته للمباراة النهائية اللي حتكون ستة يوم ستة نوفمبر لكن في وسط الاستعدادات دي حيكون في مباراة طلاقة على الجيش فهي تعتبر من دمن المباراة أو تعتبر هي المباراة الوحيدة اللي حيستعد كمان من خلالها بخلاف التدريبات النادي الأهلي لمباراة النهائي سواء بقى حتقابل الزمالك أو حتقابل الرجاء يوم ستة نوفمبر بإذن الله تعالى فبالتالي استعدادات حتكون قوية جدا بداية من الغد تدريبات بقى في جوانب بدانية جوانب فنية بعض الأخطاء اللي ممكن يكون ويعا فيها لعاب النادي الأهلي على مدار المباراة اللي فاتت تحديدا مع مستر موسيماني راجل لعب خمس مباراة مع الفرق الحد دلوقتي مقصمين ما بين دوري ودوري أبطال أفريقيا فحيركس بعض الأمور الهمة لكن اللي همنا كلنا ايه كمتابعين كمحبين للنادي الأهلي هي جهازية اللعبين ماذا عن الجهازية؟ كل لعاب النادي الأهلي جاهزين بنسبة 100% للمباراة النهائية المباراة اللي هتكون في يوم ستة اللي جاي بإذن الله تعالى رامي ربيعة مع الوقت حيخش في التدريبات عليه معلول المباراة حتمنناقوا عليه خلاص الشنوي كذلك مفيش أي مشكلة بالنسبة للعبين مباراة طلاقة الجيش ممكن يركز فيها مستر مسماني على بعض العناصر اللي هممكن يحتاجها خلال الفترة اللي جاية مش هيكونوا أساسيين أو بالنسبة له أي أن كان من اللي هيلعب في مباراة طلاقة الجيش لو حد جديد أو وجه جديد ما كانش بيلعب في فترات كتيرة الفترة اللي فاتت مش هيكون أساسي بالنسبة له أو مش هيكون ليه أولوية في مباراة النهائية لكن برضو من دبن الاستعدادات لانتو خلاص عارفين المواسم متلحمة بسبب كورونا والتأجلات اللي كانت حصلت فانت هتخلص الدوري هتخش بعد أقل من 20 يوم من دلوقتي تقريبا بصولة الدوري الموسم الجديد فده كل ما يتعلق بفريق النادي الأهلي لكن الأهم احنا خلاص يعني الثقافة اللي موجودة عند جمهور الأهلي والموجودة عند المسؤولين في النادي وعند الجهاز الفاني واللعبين أن انت عديت مرحلة ووصلت للنهائي فبتقفل بقى ملف الأفراح والسعادة اللي موجودة عند الجماهير أو بتفرح مؤقتا وده متعودين عليه في النادي الأهلي أنت دلوقتي بتفكر في إيه؟ بتفكر في أنك لسه ما حققتش هدفك الهدف بالنسبة لك أنك تفوز بالبطولة أنت وصلت النهائي ممكن ما تبقاش موفق لقدر الله وما تاخدش البطولة بس المهم أن أنت تعمل اللي عليك والأهم من كل ده أن أنت تفضل مركز على هدفك أنك تحقق اللقب لو أنت وصلت النهائي وما فوزتش باللقب يبقى عادي زيك زي أي فرقة تانية لكن أنت كبطل وكفرقة كبيرة تقدر تعمل كده لكن خلينا برضو متفقين أنه ممكن التوفيق يكون حليفك وممكن ما تبقاش موفق ده طبيعي جدا في كرة القدم الأهم أن أنت تبقى بروح اللي احنا شفناها على مدار المباريات اللي فاتت المباريات اللي ودات تحديدا الحماس الكبير عند اللاعبين إسرارهم على الفوز وإسرارهم على أسعاد جمهور النادي الأهلي لو اشتغلوا بالشكل ده وبالطريقة دي بإذن الله حيفرحوا الجمهور وجمهور الأهلي دايما نزوّق حتى لو الأهلي مش موفق بيقدر يعرف الفرقة دي عملت اللي عليها ولا لا اللعبة دي كانت رجالة في الملعب وإدروا أن هم يقدوا الأضوار بتاعتهم في الملعب ولا لا ففي كل الأحوال إحنا المساندين ودعمين للفرقة على مدار الفترة اللي جاية كلها لحد ما يتحقق الهدف والفوز ببطولة دورة أبطال أفريقيا بإذن الله أي أن كان المين الفريق اللي أنت حتقابله في النهائي هو فريق صعب الزمالك فريق تقيل أو عفواً الرجاء فريق تقيل جدا في كل الأحوال أنت يجب أن تستعد بالشكل المناسب وإحنا بصراحة عندنا نساقة كبيرة جدا في الجهاز الفني واللعبين ده فيما يتعلق بآخر جديد النادي الأهلي عايز أروح شوية لاتحاد القرى ويعني الكلام اللي جاي لنا من الاتحاد القرى أن فيه قرارات حتأخذ خلال الفترة اللي جاية بخصوص مشاركة الفرق والأندية المصرية في البطولات الأفريقية فخلينا أقول لحضراتكم لأنه برضو فيه لغة في الجزئية دي ماذا لو فريق بيرامدز النهاردة وفق أو أخذ الكونفدرالية هل يحقل أنه هو يشارك في دوري أبطال أفريقيا أو لا لحد دلوقتي كان فيه اقتراح في الاتحاد الأفريقي أنه لو فريق فاز بالكونفدرالية يلعب في دوري أبطال أفريقيا لكن الاقتراح ده ما تنفس ما توافقش عليه فبالتالي بيرامدز لو فازوا النهاردة نتمنى لهم التوفيق حيلعبوا برضو كفدرالية إلا إذا فازوا بالمركز الثاني فبالتالي دلوقتي ترتيب المشاركين بالضبط في بطولة الأفريقية أول وتاني الدوري تمام؟ إلعبوا دوري أبطال أفريقيا ثالث ورابع إلعبوا كفدرالية المقولين هي لذا ستعلق ل من parole ستعلق لزرناتقён بمركز حسب المورال الأخيرة لكل فريق فيهم في بطولة الدول طيب فيما يتعلق بكاس مصر بطل كاس مصر سيعمل إيه؟ بطل كاس مصر في الغالب في الغالب بالقرار لسه ما تلاحش رسمي سيشارك في البطولة العربية وده الاتفاق أو ده بنسبة كبيرة جدا هيتامل إعلان عنه من قبل اتحاد المصري لكرة القدم تبقى للمصادر اللي احنا عرفنا ناخد منها هذه المعلومات فبالتالي ده الجديد في الجزئية دي تحديدا لأن الناس كتير كتير بتسأل هل ممكن ثلاث أندية في مصر يشاركوا في دوري أبطال أفريقيا ولا لا فإحنا وضحنا لكم الصورة دي بكل التفاصيل وخلاص الأمر ده اعتمد من الكاف بالشكل الرسمي أنا بتكلم بس على قرارات الاتحاد المصري مش على الكاف دلوقتي بتكلم في حتة مين اللي هيشارك في دوري أبطال أفريقيا ومين اللي هيشارك في الكنفدرالية وبطل الكاس هيعمل ليه هيشارك في البطولة العربية ده أكيد الأكيد برضو إن ما فيش فريق هيشارك في أكتر من بطولة يعني أنت دلوقتي ما يفعش كأهلي تكسب تلعب في دوري أبطال أفريقيا وفي نفس الوقت تشارك في البطولة العربية فبالتالي هيحصل نفسي من الشكل اللي حصلت في مواسم سابقة احنا كلنا عارفينها فده كان قرار من قبل اتحاد المصري لكرة القدم وتم تأكد طبعا اعتماد زيما الورق اللي عرضنا على حضراتكم من قبل اتحاد الأفريقي لكرة القدم فاصل سريع وبعدين وصل يلا تريند الأهلي أكيد فيه تفاصيل كتير جدا وبتحديد فيما يتعلق بالنادي في السوشيال ميديا وكلام بعض الحسابات الرسمية وبعض المواقع الرسمية على السوشيال ميديا ورأيهم في الأهلي والفترة الهمة المقبلة فخلينا نمتدي بالحساب الرسمي لنادي الأهلي على تويتر واللي بيقول 34 هو عدد أهداف فريقنا بدوري الأبطال هذا الموسم كأكثر فريق يسجل هذا العدد من الأهداف في تاريخ البطولة وفي الحياة ده حاجة تحسب للنادي الأهلي ولعب النادي الأهلي في الحياة لأنه ده أمر مميز الأرقام الكلاسية ما تبقاش أساسية بالنسبة لك وانت بتنافس على الألقاب لكن هي تعتبر دافع من ضمن الدوافع الإضافية اللي ممكن تخليك مركز بشكل أكبر في التحديات اللي بتقابلك أو في المباريات اللي بتقابلك فهي حاجة أكيد تحسب للنادي الأهلي ودائما النادي الأهلي صبق في كل شيء حتى على مستوى الأرقام الكلاسية خاليا نروح لحساب الأهلي بلايرز 72 على انستجرام وبيتكلموا عن محمد هاني وفي الحياة محمد هاني فعلا فعلا زي ما هم كاتبين كده لازم ياخد حقه الراجل ماشي بشكل ممتاز جدا على مدار الفترة اللي فاتت وأداء ثابت في الجوانب الهجومية والجوانب الدفاعية وعنده أو أصبح عنده نطج جيد جدا جدا وإلمام كامل بالمركز اللي بيلعب فيه تحديدا كباك رايت فمحمد هاني أحد العناصر المهمة جدا في مستقبل الكرة المصرية تحديدا في المركز ده ومؤكد مؤكد حيكون أحد العناصر اللي حتكون فيه قائمة منتخب مصر خلال المعسكر القادم وأنا بقول مؤكد مش بناء على معلومة ولا حاجة طبعا القرار يرجع لكابتن حسام البدري بكل تأكيد لكن في كل الأحوال هو بيثبت أنه يستحق أنه يكون متواجد فيه قائمة منتخب مصر عنصر مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي والمنتخب أكيد محمد هاني خلينا نروح لحساب في الجول على فيسبوك وبتكلمه على أن رقم قياسي كان مشترك بين الموسم الحالي وموسم 2001 اللي فاز فيه الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا وقال فيه الأهلي اللقب الثالث في دوري الأبطال لكن هدف ياسر إبراهيم جعل الموسم الحالي ينفذب بالرقم القياسي في تاريخ القلع الحمراء وهم هنا أصدوم على عدد اللاعبين اللي أحرزوا أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا في موسم واحد 2001 كان 13 لاعب قدروا أن هم يحرزوا أهداف خلينا أفكر حضراتكم بطولة دوري كانت غالية جدا لو نفتكر في 2001 كمان مع مستر مانويل جوزير الولاية الأولى بالنسبة له 13 اللاعب سجله أهداف علي ماهر وروبرت أكوري طبعا اللاعب الناجيري كلنا فاكرينه خالب بيبو طبعا هذه خشبة مع حفظ الأرقاب الجميع على إبراهيم ووليد صلاح الدين صندي طبعا أحمد أحمد سلام حسام غالي والجمعة شيرنو وإبراهيم سعيد وسيد عبد الحفيز في المقابل الموسم ده بعد ما يسر إبراهيم أحرز هدف فبالتالي هو اللاعب رقم 14 اللي يحرز أهداف للنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في موسم واحد بعد عدد من اللاعبين اللي قدروا يحرزوا أهداف في هذا الموسم دي حصائية مهمة كانت من حساب في الجول على فيسبوك هنروح لفاصل سريع بعد لي نرجع نكامل استنون نكملين معاكم تريند الأهلي وهي بعض الكلام اللي اتكتب على الأهلي في السوشيال ميديا وهي نروح لصفحة سوبر كورا على فيسبوك وهي اللي بتتنبأ وبتتكلم على استراتيجية مستر موسماني في مباراة طلاق على الجيش وخصوصا أنها مباراة بيستعد من خلالها الأهلي للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا فالكل بيتكاهن وبيتوقع وفيه سيناريو هين في الحقيقة يعني سيناريو زي ما هما بيتكلموا كده مثلا أن الموسماني ممكن يطفع بالمجمدين مع التحفظ على كلمة مجمدين لأن اللعيب اللي ما بيلعبش في الأهلي ممكن ما يكونش جاهز بدنيا أو فنيا من وجهة نظر المدير الفني انت في الأول في الآخر بتلعب بـ 11 لعيب بس في الملعب وبتغير 3 أو 5 على حسب لو يحكل بطولة احنا كده كده السنة دي في الدوري وفي أفريقيا بنغير 5 ففي كل الأحوال انت مقبر على عدد معين هو اللي يلعب فكلمة مجمدين بيتحفظ عليها شوية لكن في كل الأحوال ممكن في بعض العناصر تكون بعيد الفترة اللي فاتت فيلجأ لها مستر موسماني في مباراة الطلاقع ده سيناريو السيناريو التاني ان هو يلعب العناصر الأساسية بتاعته اللي حيلعب بهم في المباراة النهائية عشان ما يعدوش فترة طويلة أسبوعين ما بين المباراة الأخيرة أمام الوداد والمباراة النهائية اللي بتود دوري أبطال أفريقيا فانت ممكن تخليهم يلعبوا في مباراة الطلاقع عشان يفضلوا في جهازياتهم البدنية والفنية وحساسية المباراة ده برضو سيناريو آخر ممكن يفكر فيه مستر موسماني عموما إحنا هنشوف إيه اللي حيحصل في المباراة دي وإيه السيناريو الأفضل للمدير الفني للنادي الأهلي لسه مكملين في الجزئية دي وتحديدا الوطن سبورت وبيتكلموا على إن مفاجأة في تشكيل الأهلي مسلماني يعد صالح جمعة باللعب أساسياً فيش حاجة اسمها وعد انت دلوقتي لعب ماشي كويس جداً في التدريبات وده حقيقي بالنسبة لصالح جمعة فبالتالي حيلعب يلعب بقى أساسي يلعب كبديل لكن المؤكد أن العلاقة مميزة جداً من بيد موسلماني وصالح جمعة والراجل مقتنع باللعب اقتراع تام ده فيما يتعلق بالجزئية دي تحديداً هروح لفاصل بسرعة وبعد الفاصل نرجع ناخد آخر فقرة في حلقة التنين دي النهار يلا بي سؤال حلقتنا النهاردة كان لجمهور الأهلي وإيه أكتر هدف عجبهم في بطول الدوري عطال أفريقيا للأهلي هذا الموسم فبالتالي تعالوا نشوف تفاعلهم كان إيه وأنا متوقع حيبقى إيه الأراء في الحقيقة يعني لكن خلينا نمتدي بعطال الله أبو حمادي قال الهدف اللي حيجي في المباراة النهائية طيب والله يبرفع عليك الرجل ده عالمي فعلاً أهم هدفه حيبقى أحلى هدف لأنه حيكون بإذن الله هدف البطولة هو الهدف اللي حيجي في المباراة النهائية طيب خالد داود قال إيه قال الشحات وهدف أجايف النجم السحيلي طبعاً جونين كانوا حلوين طبعاً جون الشحات أحلى بكتير محمود ماصر قال جون حسين الشحات حسام خالد نفس الكلام ومحسن علي قال هدف الشحات عالمي في الحقيقة حسين الشحات جاب جون رأس مصر مصري دا رأس أفريقيا كلها في الكرة دي فكان هدف فعلاً جميل جداً دي كهت حلقتنا النهاردة من الترند بكرة حلقة جديدة من نفس البرنامج وتفاصيل جديدة بتخص النادي الأهل استنونا إلى اللقاء